توقع دبل مرسيون أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ثلاثاء المقبلة على مشروع قرار جزائري يحث المجلس على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية وهي خطوة لوحات الولايات المتحدة إلى أنها ستستخدم ضدها حق النقد فيتو طرحت الجزائر مشروع قرار أولي قبل أكثر من أسبوعين لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا تومس سارعت إلى القول أن النص قد يفشل المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت للحرب ويحتاج قرار مجلس الأمن الدولي لإقراره إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقد الفيتو